يالله نعمة الوكيل فيهم يا جماعة ايوة حزب يالله نعمة الوكيل فيهم والله العظيمة هسكت مش هسكت تلاسبهم في حالهم تجار العلف اللي كانوا عايزين يسمموا الارنب بتاعه ويخلوه يموت يالله بنا يا جماعة ندخل الفيديو ووريكم السم اللي انا جبته ليه الارنب بايدي قسما برب الكعبة سم سم هيسمم كل الطيور بتاعتكم والله والله يا جماعة اتصدمت حرفيا لما جيت احطه للارنب وشوفت النتيجة دي يعني حزب يالله نعمله كل فيهم بجد كلكم خلوا بالكم اي حد بيربي ارنب يا جماعة بلدي او بطارياته بيفكر ان هو يجيب له الكذب ده او علف الارنب ده يخلي باله يلا بنا كده نصلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام ونشترك في خناة الاماتف نظرائي في الامو مش مشتركين واتفعلوا الجرس يحصل لكم كل جديد وندخل الفيديو ونعرف علف الارنب او كذب الارنب ده كذب الارنب ده اللي فيه السم ده ماله وعمل اه وحزب يا الله ونعمل وكل التجار حرفين يعني الفراخ دي ترداشت يكلوه والله العظمة بيردى يكلوه يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف ازاي كان يا سماء مضطرور بس قبل اي حاجة ما نفرش عمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مش مشتركين واي حد عاوز يشترك اي اي مطور يا جماعة كبير صاحي ومتبوح كل اللي انتو عايزينه موجود والارنب البلدي موجود يا جماعة برضو للناس اللي بتسأل على الارنب البلدي اللي بيتربى في الارض موجود وفي الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة ده هوريكم انا بربيه ازاي وبوقله ايه والاكل اللي بوقله له وبحط له حاجات جميلة جدا 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 يا جماعة وبعمل له خلط التسمين احسن من العلف يعني الف مرة وهتشوفوها معايا في الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة يلا بينا ندخل الفيديو مع بعض وندخل كده عند الارنب اهو الارنب اهو هنصور الارنب الكبير ده ان شاء الله النهاردة والارنب الصغير برضو اهو الارنب الكبير اهو مش عارف الارنب اللي بتعمل اه اهو يلا بينا بوس يا جماعة خدت برسيم اهو من البرسيم خدت برسيم اهو عشان اه علشان اروح اوريكم الارنب بتاعي واوريكم الاكل اللي بوكله له شايفين بصو ده كبير ده سايب عصات حاو شايفين بياكل اه تعالوا كده هي الارنب الصغير في العشة ده هاي ماشي انا الارنب ده يا جماعة ما تمينه كتير فانا رحت للدكتور البطري فقال لي اه قال لي قلل من البرسيم وحطولهم علف يعني قلل من البرسيم وحطولهم علف طبعا ده يا يا جماعة الارنب اللي عندي كله اللي هما الصغيرين اللي كانوا بيتولدوا اه معانا وبنشوفهم اماما ده لكلهم هاي العشة فاضية خالص هاي اهي ما فيش اللي هما ده الحمد لله ده لولاد الاربع انات اللي كنت كل يوم اصورهم لكم تعالوا بقى كده نشوف نوريكم العلف ده اللي فيه كرسة وحزبه الله هو نعمة الوكيل فيهم جبت اتنان كيلو ثانية واحدة يا جماعة بص يا جماعة الارنب هاي وهو ده السم هاو بصوا اشوفوا اشوفوا بعنيكم اهي يا جماعة ده كزب الارنب كيلو بخمستاشر جنيه ملوش لازمة يا جماعة كيلو كزب الارنب دلوقتي النظيف الشكارة بستمائة جنيه خمسة وعشرين كيلو يعني الكيلو السايب عامل تلاتين جنه او حاجرة كمان نحصبوها انتم ده يا جماعة ده في سم القزب ده في سم شوفوا الارنب مش هارضة ياكلوا تعالوا اوريكم الخلطة اللي انا عاملها للارنب والارنب يأكلها ده انا ما بحطوش لارانب ولا حتى الارنب الكبيرة بترضى تاكلوا شوفوا بقى يا جماعة الخلطة اللي انا عاملها لهم طبعا انا حطط لهم العلفة دي كده بتاعت الحمام اهو لارنب تعالوا بقى اوريكم انا بحطولهم اه احطولهم يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. عايش على تشيشة صفرة. على شوية ملح. بس هو ده كل ان بحطه. واليومان الجايين ان شاء الله هجيب لهم شعير هجيب لهم شعير وهجيب لهم حلبة مطحونة وهجيب لهم الحاجات دي كلها. كذا خلتك كده مش هلقال لكم عشان اقول لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعملها مع بعض الان بالصغالة دي عشان عندهم جرب. عشان يحميهم ويبقى وقايا لهم من الجرب. بسم الله ما شاء الله عليهم يا جماعة والارنب ده للبايع لو حد عايزه واخه كل التحصينات ومتربى بالتربية الاورجانيك. ما تحطوش يا جماعة الكزب ده. الكزب ده وحش. خالص. وحش اوي 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 اي كزب يا جماعة للارنب اقل من خمسة وعشرين جنيه او تلاتين جنيه ما تحطوش للارنب والله العظيم الارنب ما بيرضى ياكله. وقيد الارنب الصغير هاو. واكل البتاع دي من مبارح. وهعملكم الخلطة دلوقتي هوريكم الخلطة اللي انا بعملها لهم وبحط منها لهم وبحط للقبار. وقادي الطيور بتاعتنا هاو. تعالوا كده. تعالوا العلف هاي. كزب هاو. ماشي. ثانية واحدة. معا دي العشة بتاعة الارنب الامهات. انا هاو. مش هحطو لهم برسيم. عشان دوكوهم كانوا ملمون ع البرسيم. يعني دولا دوكوهم كانوا ملمون ع البرسيم. دولا مش ما حطو لهمش برسيم. حطو لهم العلف هاو. بصوا بقى. قاسما بالله مش كان كان عندي دكر جابلي. entertaining. دكر الجابلي ده مات بسبب ده. دكر الجبلي مات بسبب. عادوكم هوم الارنب تاني السود والارنب الجبلي التانية. متابعين قناتي ومات افي مزراعتي عارفين الكلام ده كويس. الارنب الجبلي دي كان في دكر زيها يا جبل الدكر ده مات. مات بسبب الكزب ده حزب يا الله نعمل ووكيل مش مسامح الراجل هتقولولي طب عرفت ازاي? الدكر يا جماعة قبل ما يموت خسوا. سل جامد كده خس قوي قوي قوي. خس جامد يعني خس بطريقة انتو مش متخيلين انا هحطوهم شوية برسيم عشان يطلعوا. تمام? الدكر يا جماعة شوفوا الطيورة ايه. الدكر خس بطريقة انتو ما انتش متخيلين خس ازاي? مش متخيلين دكر? الارنب خس ازاي? فلما خس جامد كده? انا فكرت انه عنده جرب وما كانش عنده جرب. خدت وادت له الدكتور البطري. الدكتور البطري ليقي انه واكل حاجة كابسة في بطنه. كابسة في بطنه. فقال لي ده حلو الدبح. تمام? فدبحته طبعا عند الدكتور والدكتور سمى عليه ودبحه وكان الموضوع عادي جدا. تمام? وشاف ليه بقى في بطنه. ليه ايه الكزب ده يا جماعة? ومش واكل كتير. الناس هترد فيكم على الكوميتات وتقول واكل كتير. الدكتور لما خدوا حلله لان ده يا جماعة نفايات بايزة. يعني نفايات بايزة يعني حاجات كده بتاع جوائح عفش وحاجات طحنينها وحطين فيها بتاع. يا جماعة بصوا بصوا الطيور دي هتاكلوا. الطيور دي هتاكلوا. بس هو برضو غلط عليهم. الناس لما العلف رخص بقى مصعورين على الحاجة. الطيور دي هتاكلوا عادي جدا زي ما انتم ما شايفينه هو. تمام? لكن هو برضو غلط عليهم. الكوزبي ده رخيص. فالناس اتجاهت بو. اتجاهت ليه. اتجاهت ليه عن العلف. تعالوا بقى اوريكم. انا بقت ده اجيب لهم ايه? يعني انا بقت بجيب لهم ايه? خلوا بالكم العلف ده انا مش هقول. اسم الشكارة. بس انا قلتلكم اهو. اي علف ارنب اقل من الخمسة وعشرين جنيه او التلاتين جنيه الكيلو. ما تجيبوهوش. ما تجيبوهوش. والكون الشكارة مرسوم عليها ارنب. لو الشكارة مرسوم عليها ارنب. تمام? ده بقى اش مرسوم عليها ارنب. تعالوا بقى اوريكم وانا بجيب لهم اطلقها. بص يا جماعة شوفوا انا بجيب لهم ايه اللهم اصلى على النبي النهاردة الخميس عندنا سوق شوفوا بقى بنزل. اخر السوق اجيب ايه? شايفين? ده عشان الارانب. بس 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 بس. وعلى فكرة الطيور دي بتاكلوا عادي. شوفوا شوف الطيور? الطيور دي بتاكلوا عادي بتحبوا. جزر. جزر يا جماعة. شايفين? براح اجيب الجزر. كيلو الجزر ده. اه اتنان جنيه. انا جايب لهم اتناشر كيلو. عاملين خمسة وعشرين جنيه. اتناشر كيلو عاملين خمسة وعشرين جنيه. وهمونكم بطاطس. بس البطاطس غالية شوية. تعالوا بقى اوريكم. وانا بحط لهم الجزر. يعني اصلا تشوفوا الطيور دي. هتتجنن عليه ازاي? بس انا بوفر له للبتاع. طبعا ده جنب البرسيم. جنب العلف. اللي بحطه. بحط بقت شيش. بدي الشيش نظيف. بحط حاجات من دي نظيفة. بحط الجزر اهو نظيف. بس. شوفوا. اهو. ادي يا جماعة الالانب. شوفوا بسم الله يا ما شاء الله. طبعا الحاسي عايزة تنظف والفرش لهم طبنا نظيف. اهو. شايفين? يا رب واحدة فهم تجدها كلها دلوقتي قدامكم. بصوا شايفين? اهو بيشمشم فيه. بيعشقوا. اصلا الارنب بيحب الجزر. يا رب واحدة تجدها كلها دلوقتي. كلوا بقى قدامهم بقى عايب. اهو. شايفين? شايفين السوداء? ايه. والبيضة. والبضاء التانية. لايه السوداء اكتر واحدة بتاكل. اهو شايفين? فبحطولهم بقى يا جماعة والجزر حل ومغزي ونظيف. على فكرة. اه في ناس اعرفهم بيغسلوه. وغسلو كويس. بس بصراحة نظر ان انا مش فاضل ان انا اغسل ما بغسلهوش. لكن لو انتو هجبوه ولقتوه موسق اغسلوه. الارنب هاو. لو انتو يا جماعة جبتو الجزر ولقتوه موسق اغسلوه. بقول لكم او لو جبتو الجزر الارنب بلقتوه موسق اغسلوه. بس انا بقى اوريكم الخلطة اللي انا بعملها لهم بكسر لهم. عيش على تشيش. اوريها لكم.